السلام عليكم وحبيكم مع ايا فيديو جديد. اليوم سوف نشارك معكم طريق سيف مسمن دير الشحمة. يجيزون بساف ومنين وطريقة سهلة ونفس المسمن اللي تجيبه في المحلات على البراء. يجي مورق يجي خفيف و يجي كله عمر من الشكل اللقاء والعمارة في جهة و الحجينة في جهة اخرى. و يجي مورق من الداخل. اتبعوا معي الفيديو و تشوفوا معي الطريقة تحتر. نتصبح و هل نصبح لك في مقابل الجدس؟. ندخل لكم الحجينة في صندوق الوصف. و هل سوف تبدأ الحجينة في الصندوق الوصف. نتخلقها على الجنب نتخلق حشوة نحتاج فلفلات كبيرة حمرين تطحنوا الماء يجعل الماء يتضعون الماء نقوم بصلاة كبيرة نتخلقها رقيقة لن تقطع نقطع كل شيء فلفلات تطحنوها نتخلقها نتخلقها بالنسبة للملوي نتخلقها نضيف 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 الشحمة شاركت معكم لكي نحتفظ في الفيديو ستجدها في أسفل أو في أول تعليق تبقى لدي الشحمة مدة طويلة وكما ترون معي لا تخصص نضيف نضيف شحمة نضيف 100 جرام الكفتة نضيف 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 ثومة نضيف من الملح نضيف من الملح نضيف نضيف سوف نضع قصبور يابز ومعلقة كبيرة لتحميره حمارة نشحر هذه المكونات جيدة لا تدرش الزيت ومن نسبة للزيت يقدرناها في الحشوة المسمن يقدرناها المسمن بزاف لذلك أتمنى شحمة لا تنقطع الزيت لأنها لنا دوبناها ولا تنقطع الزيت بما يتقلل على الشحمة يتم تغذيها في المسمن المسمن الجزء ومتلق لها بارتياح لكي تقتل لكم العجينة الآن هنا شحرت أشعر الحشوة كلها مع بعضها نتأكد من الكفتاء أنها ملتها تبقى طرفها كبار لكي لا تقطع لها العجينة كانت تأكد انها فرتتها كانت ضغط عليها بزيان تبقى نهائيا سوف نبدأ قطعت العجينة قويرات لكي يكونوا مؤين وما صغر وما كبار سوف نبدأ باول قويرات عندي كانت تحلل بسهولة وتقدروا سيبدوها في الديك و لا تقطع كان دهن البلاصة فين كان خدم الزيت، سوف نحمل البلاصة جميعنا بالطلع يمكننا أن نحل supervisor الزيت و العجينة كما أريدت� هذا الفيديو تفعلها سوف نحمل البلاصة كما أردتها نظر أردت العجينة سوف نتطلق سوف نتطلق سوف ندهن الخريط ونضح نتطلق دام الحمر لذلك سوف ندهن نضيف الحشوة برد قليلا نقطعها من الجنب نقطعها من الجنب نقطعها من الجوانب نقطعها من الجوانب نصدها جيدا بطريقة عادية تقومون بإمكانك أن يوقف على مواقع العجينة تج последد بسهولة كما قلت لكم العجينة تكون قصحة في الأول كانت أعطيوها الوقت قدروا تعجنوها بلين و تخرموها في الصباح كانت تهنكم الوقت هنا كما تشاهدوها كما تريدوها كما تريدوها فتمشي معاكم وما زال هنا ندرس كبيرات صغر لا تصميم جيني كبير لا تصميم جيني كبير كما تصميم جيني كبير سوف نأخذ الخليط مرة أخرى كانت تهن بيه لم يكترون الخليط كانت تهنو بيه لأن الشحم يكذب وابتع ذلك ولا تصميم نفسكم ـ مجزية سوف نجلب قومة سيتطورة قطعة الجواني الآن الهكة. نطويها من هذه الجهة والجهة الثانية. نطويها الوسط. نرجع نقطع الجوانب. هاد الطريقة هذي كتجي نمس منها كلها عمراء بالحشوة. وكتجي كذلك مورقة. سافي كنسد بتاك الجنب وكنسد بذلك جوج الطرفة اللي يبقوا عندي. وكنديروا فاحد بلاتو باشي يرتاحوا على ما نكمل الكيمياء الأخرى اللي عندي. سافي هنا يا من بعد ما عمرت المسمنات اللي عندي. دفع دي لزم طيب. أنا قدرت مقلة فوق البوطة كتسخن. هنا بنسبة لها الطريقة نديمة. بنسبة لبنات اللي كيتجبد لهم المسمن اللي كي يهزو. هاد طريقة غات نفعكم بزاف. سواء في الملوي. سواء في المسمن. كديروا واحد للورقة هكا ديال للطبخ. كدسرحوا عليه مسمن ديالكم باش طغية تهزو. بزاف اللي بنات كي يهزو المسمن كيتجبد لهم. بنسبة لها الطريقة كي يبقى المسمن على الفورمال اللي انتم ما سرحت عليه في اللون. سافي كان هزم سمن ديالي مباشرة للمقلة اللي كتكون سخونة. ما كان دهنها موالو لا ناصل عند مش حما كتلق و كتولي بحال الزيت. سافي كان نحط مسمن. كان نحيط داكل كغدرة كيتحيط بسهولة. سافي كان نخليها غطي بشوية من التحت. كان نقلبها نجيها الثانية باش تنفخ. و تتحمل على نظر لهم نصطياب لان من بعد غادي نسخلهم ما زال. سافي نفس طريقة كان نهز. الثانية كان نسرحها. كان نرجع. نديرها بها الطريقة هذي. كان خليها الثانية من التحت. و كان نقلبها. هناك كما سافي نقلبها. انا بغيت مسمن. انا بغيت مسمن. انا بغيت مسمن. يكون رقيقة مغتوش. يكون غلية تكون. يكون خبز كتر من الحشوة. سافينا سافي نقلبها. تاخد شوية اللون من جهة الثانية. سافي نحيط نقلبها. و نقدمها مع واحد بردتي. سخون. فصحة و الراحة. كي يجيوا صراحة رائع. و يستحقوا تجربة. طريقة سهلة. و غير تبعوها و ورطوا لي الخبر كي يجوكم. سافينا يا من بعد ما طيبت. يمسي ملد يالي. كي يجو بحلقة. كي يجو عمرين بالحشوة. و في نفس الوقت. كي يجو ورطوا بين. مبرقين من الداخل. كي يجو ورقين. و يجو كلهم عمرين بالحشوة من الداخل. كما ستلاحظوا معايا هنا. سنلاحلها لكم من الداخل. كما تشوفوا. صراحة ما عندي ما نقول لكم تتجربوا. راح كي يجو وزوينين بزاف غير جربوهم و ربطوا لي الخبر. سنجدكم مع الفيديو. إلى الفيديو القادم بإن الله. السلام عليكم. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر